اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح الخير من جديد لكل المشاهدين هون متل ما عم بتشوفوا انا بلشت حضر للفلايفلي الملونة طبعا للتارت فين لنلحق نحضر وننهي وصفاتنا قبل ما يخلص وقتنا لكن هايدي الفلايفلي الملونة انا هون بنصح كل المشاهدين انه هايدي الفلايفلي فيكن تحطوها قبل بيوم تنقعوها بزيت الزيتون تنقعوها بيخلي البلسمك بالاضافة للزعتر الفرنسي بتاخدو نكهة كتير طيبة لكن ما تنسوا انتو الفلايفلي تحضروها من قبل بيوم وتأشروها بعد ما تأشروها تحطوها فلفل اسود خلبة لسمك زيت زيتون وايضا الزعتر الفرنسي خلينا نشوف شو هو الزعتر الفرنسي انا وياكم هاي دا الزعتر الفرنسي اللي بيعطي نكهة كتير طيبة بالاكل لكن فيكن تحطو زعتر فرنسي وتبلوها انا رح حط زعتر فرنسي بس انا ما معي وقت لحتى تبلها رح حط ضغري زعتر فرنسي ورح نتبلها بزيت الزيتون نحط كمان رشة ملح رشة فلفل اوكي ومنخلطن ومنجي على التارت فيه التارت بهالشكل لكن حطينا اول شي صلصة البندورة رجعنا حطينا فوق صلصة البندورة حطينا البتنجين المشوي بالفرن رجعنا حطينا كوسة مشوية هلا هون عم نحط الفلايفلي ايضا المشوية بهالشكل هيدا رح نحط كمان جزر على الوجه رح نحط جبن برميزون بالاضافة لدبس الرمان ورح نزينه انا وياكم كمان بطريقة كتير حلوة لهيدا الطبق اوكي رح نجي نمسح هيدا الطبق تارت فين اوكي خلينا نجيب الجزر نحط الجزر على الوجه كمان بها الشكل كمان هيدا الجزر فوتنيه على الفرن متل ما عم تشوفوها الالوان الحلوة طبعا احنا بعد رح نحضر الكيش وراح نحضر كتير وصفات للعيد بكرة والبعدو وايضا كمان نهار السبت منجيب ايضا عندي الجبنة او خلينا نحط دبس الرمان قبل الجبنة رح جيب من دبس الرمان بها الشكل وهلأ منحط الجبنة كرميزون ايضا بكين برجع بذكر كل المشاهدين هيدا العجينة هي عبارة عن ستمائة جرام من الزبدة اربعمائة جرام ملة طحين بيضة رشة ملح وبالاضافة لرشة الفني رح ايجي كمان بدي زينها ايضا كما عم تشوفوا كيف هعمل زين الطبق وايضا رح نحط كمان من الاعشاب اوكي كمان اوكي هيدا تاني طبق لحلقتنا كمان لليوم صار جهز لكن خلينا نشوف شو صرنا محضرين صرنا محضرين اول طبق صرنا محضرين تاني طبق صرنا محضرين كمان صلاتة العدس مع صدر البط المدخن وايضا في عندي الفواجرا ورح نحضر هلا اخر شي انا وياكم الفواجرا او كبض البط طبعا كبض البط نحنا عم نحكي بخبز الباكت رح جيب انا لوحة تقطيع بيضاء لكن رح نجيب لوحة تقطيع بيضاء ورح نجيب حبة باكت انا هون بذكر طبعا كل المشاهدين انه فيكن تجيبوا انتو الخبز اللي بدكن اياها ما عندكن اي مشكلة وفينا كمان نحنا شو نعمل فينا انا شوي فوتها على الفرن حمصها بعد ما حمصها حطلها الفواجرا طبعا انا رح حضر هيدا الطبق بطريقة كتير سريعة انا وعم بحضر هالطبق بجرع بذكر كل المشاهدين كيف حضرنا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم بالنسبة للجاج المسحب المحشي الفواكي المجففة وايضا محشي لقلوبات او المكسرات لكن جبنا فروج كامل بعد ما جبنا فروج كامل دقينيه سحبنيه دقينيه كتير منيح حطينا رشة ملح رشة فلفل اسود حضرنا الحشوة هي عبارة عن بصل عن توم ايضا عن زنجبيل يقلينيهم بزيت الزيتون والزبدة جبنا فواكي المجففة يقلينيهم معهم جبنا مكسرات معقلوبات طبعا زبيب لوز فستق حالبة جوز شو ما بدكن انتو تحطوهن مع الفواكي المجففة حطيناهن على الجاج لفينيهن بشكل رول بعد ما لفينيهن بشكل رول لفيتهم رجعت بدهنة دهنة غنم رجعت لفيتهم بألمنيوم فويل وفوتهم على الفرن على حرارة 200 ورجعنا نزلنا الحرارة للمية واتمانين صار عندي هيدا الطبق طبعا مش هيديننا خلينا نشوف انا وياكم هيدا الطبق متل ما شفتوا رجعت دهنته بس شلتوا من الفرن دهنته بالخردل حطينا فستق حالبة قدمته مع الفوي او مع الخضار طبعا مع الجزر مع البروكولي فيكن انتو تحضروا صلسة البرتوكال اللي هي كرام فراش بالاضافة للزبدة بالاضافة للطحين وايضا مع عصير البرتوكال وبرش البرتوكال كمان فيكن تحضروا هالطبق او هالسلسة بسلسة الزنجبيل كمان بتاخدوا نكها كتير طيب بسلسة الزنجبيل كرام فراش زبدة طحين وايضا مش هيديننا برش الزنجبيل اما بالنسبة لكبد البط او الفواجرا هون نحنا في عندي الفواجرا رحض هنا بهالشكل على خبزة فاقيت اهلا 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 شيف انا بعد نماء مستوعب الفواجرا مع ايه رايز كيك حط شيف حط يعني تعرف فينا نعمل نحنا لبدنية بالرايز كيك هيا فواجرا ولا باتي فواجرا رحصة شكرا انا انا ما ما بتأكد لا دوق ايه دوق شو طلع معاك بس هادي هادي لا لا هادي لا لا شو فيه هيت النص التاني نزبوط بحطوا معه تين مربت تين اوكي هون كمان هلا بيحطوا معه مربت تين بيحطوا معه التفاح بيحطوا معه جزاف العنب بيحطوا معه بس اكيد انتبهوا الفواجرا بسم يعني ناكل كميات قليلة يعني هول نحنا مقدمون كمتل تقريبا كنابة كنابة ازان تاتخ الخضرة اللي موجودة هون مع واو ويا كتير قصص ايه 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 شف ممكن تعمل اطول بيش بالجيج والهيدا ممكن بينعمل معك. ممكن ليش لأ. قدي بدك يعني كم شهر يعني كم شهر ممكن تغيب عن علم الصباح. ما بغيب بعد علم الصباح. وكم الجيجة بدك للا. كم الجيجة? كم الجيجة بك تعمل بيش مسلا. اليوم نحن البيش اللي شفنيه الف ومئة متر وفيت جنس بوك من منطقة مايفوق يعني تحيي لأ لهم. ازال انت بك تعمل له كم الجيجة. يا رحسبون. هاو دي مع James. هاو دي جيجة. دجاجة. هاو دي جيجة غلط يا شايف. سلم هاالديات بعد ما خلصنا. شو типа. رح نجيب وت. لا كرز كرز كرز."طبيعي؟ طبيعي. اه. اوكي. وازن صلطة العدس مع البرمزان. ومع. كبد الصدر البطل مدخن. صدر البطل مدخن مع. الرايس كيك كمان. مع. فواجراء. فواجراء. فواجراء مع التين والباجات والكرز. الجيج مع اللية. اللية. مع اللية. شاف? نعم. اليوم يعني انت اكلك كول وسكر شريينك. هي مرة مرة بالسنة. مرة السنة بسكر شريينة بعدين بيفتحه. لا لا لا. طبعا هاي الوصفات نحن مرة بس نحضرها بمناسبة. بس بعد اللي بنعمل على رأس السنة لأنه رأس السنة لناخد طاقة ونقدر نسهر اكتر لازم يكون ناخد فات بس انتبهوا اكيد بالكميات المطلوبة كتير طيب لان هون صدر الجيج انت مستعمل اللي هو ما في فات يعني انت تحطيت الفات من الكوش من برا. بس هون بدي يقول كمان للمشاهدين ان احنا حبشة العيد على الطريقة الشرقية نعم. نهار الخميس راح نحضرها بس اكيد بكرة راح نتبلعنا وياكم ونحطها بالبراد والخميس بنجي الصباح بنحطها بالفرد. هايدي النوية الصافية بقولوه في ناوية صافية. قلي من اعملات الماضي بقولوه شاف سائب حبشة العيد كون انا معك بعلم الصباح. عامل الخميس. انا مش معه. بس عدد. محب شاف. محب. شاف تاجي لقلك. انا بقول لك كن المشاهدين لقوني الساعة ستة ونص بتوقيت بيروت على معرض رشيد كرامي الدول اللي راح نكون سوا بحلقة مباشرة جيمز وهدايا. وضيو في كتار من سياسيين وفننين ومنظمين وممثلين. اه حلقاتنا عم تكون غنية بحضوركم ووجودكم. كونوا كتار من كل المناطق الليبنانية ولقونا لانه بالفعل المعرض رائع جدا. البرادز اللي عم ينعملوا كتير حلوين. العروض المسرحية المجانية يوميا لكل الحاضرين كمان فيكن اتبعوها. عم تكون طبعا الاحتفالات حلوة بعيد الميلاد وراس السنة بمعرض اشت كرامي الدولي بكريس. كونوا كتار ولقوني على ستة ونصف. ومباشرة على الهوى انتو كمان لكن حصة بالمشاركة معي باللعبة اللي ممكن تحصل علي منها على جائزة. في عنا شي بعد وخلصنا? خلصنا. بكرة على بصباح جديد. طبعا ساعة عشر بتوقيت بيروت. الى اللقاء لنبلش نأكل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة